اشتركوا في القناة اليومين اللي مضوا هدول انه احنا هم نحكي توقعات حركة القمر ومنحكي توقعات الخارطة الفلكية اللي هي الحركة الفلكية ايش هي بالنسبة لليوم هذا اللي هو الاربعاء اتناش اتنين وراح احكي بطريقة اني انا بحكي للبرج وللطالع يعني كل شخص يسمع برجه ويسمع طالعه حكينا انه القمر موجود بالعذراء وما زال موجود بالعذراء اول زاوية رح تكون موجودة اللي هي بعد قليل اللي هي زاوية التقليط ايجابية بين القمر وزحل رح تكون الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة بتوقيت الاردن نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز عنا قدرة الحس بالمسؤولية اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون هاي في تمام الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني تقريبا منقدر نقول الساعة ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت بتوقيت الاردن هاي بتخلق عنا شعور بالملل من اي عمل روتيني منكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من التجه اليه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية طبعا في خلو مسار خلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء وراح يستمر لغاية يعني تقريبا ساعة احداش وستة وثلاثين دقيقة مساء يعني عند منتصف الليل يعني بتوقيت الاردن بيكون الساعة ثنتين ونص وخمسة تقريبا ثنتين وستة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل هي من ساعات الفجر يعني هاي الفترة للدول الاجنبي اللي بيكون عندهم نهار هاي الفترة فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار حكينا ان خلو المسار هذا رح يستمر لساعات الفجر بعدها القمر بيكون امتقل للميزان بيكون دخل على منزلة الغفر منزلة الغفر هاي منزلة ممتازة للكنوز ولا الضفر للمنعة يعني للتحصين شوي هيك للتفريق بالمشاحنات والمشاكل والشغلات اللي مثل هيك او اتخذ قرار يفرق بين امرين والمشاكل والنفي طبعا القمر لما بيكون موجود في الميزان تأثيره علينا جميعا في خلال الفترة هاي انه بتكون فترة عاطفية وبتعزز خلالها برضو الامور العاطفية مع الحبيب وبتتحسن علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل للاسترخاء يعني الغرام بيجد نوع من انواع المتنفس في هاي المنزلة للكل خصوصا عند العشاق ولكن بتلعب الغير يدور في علاقة غير مستقرة بعد يعني في او بنتبه نوع من انواع الشكوك في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبصعنا القيام بمشروع مشترك برضو بامكاننا انه اقامة حفلة او مناسبة او اعادة تزيين البيت او المكاتب او اقتناء حاجيات جميلة في ساعات الصباح بيكون في زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والزهرة هاي رح تكون الساعة تمانية وصدق دقائق بتوقيت غيرينتش صباحا يعني بتوقيت الاردن الساعة عشر او ست دقائق هاي اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية واللي بكون عنده مشاكل عاطفية بتلاقيه اتجاه بالاتجاه لصرف النقود باسراف ودون حساب يعني بتفشش بشكل مش محسوب القمر رح يكون في الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم تلات عش اتنين رح يكون في تمام الساعة احداش وتسعة وثلاثين دقيقة مساء يعني رح نحكي عن خلو المسار هذا احنا يوم اربعتاش لانه بكون يوم اربعتاش وهو الفعلي بالنسبة لحلقتنا احنا نحكي عنه ولكن هو على الكشفات او عن روزنامة يوم ثلاثة اتنين عند منتصف الليل الساعة احداش وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ببدأ خلو المسار هاد بيستمر للساعة اتناش وسبعة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل بعدها القمر لا العقرب طبعا بالنسبة لعمر القمر اه انحسارة المكتمل كمان شوي بصير عمره تسعة عشر يوم يعني تقريبا الساعة نحكي ستة بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ثمانية بصير عمره تسعة عشر يوم نسبة الاضاءة تاعته بتكون سبعة وثمانين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو لغاية تسعة عشر اتنين مزاجها ممتزج القمر في الميزان حتى اربعة عشر اتنين المزاج يعني برضو بنقدر نحكي انه ممتزج عطارد في الحوت حتى سبعة عشر اتنين بعدين بيبدأ بعملية التراجع مزاجه ممتزج الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة المزاج سعيد المريخ في القوس حتى ستعاش اتنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى اتنين وعشرين ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر تمانية المزاج سعيد بعدين خمسة عشر تمانية بيبدأ عملية التراجع نبتن في الحوت حتى 23.6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25.4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد وحكينا ممتزج يعني طول اليوم بتقلب المزاج تاع الكوكب بين سعيد ومنتحس فعشان هيك نكتب احنا ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لتوقعات القمر لا يشير القمر الى تفاهم او هدوء او ود في هذا المكان بتتعقد الامور وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر من القطيعة والدعاوة القانونية خصمك قوي والعراقيل بتستفزك طبعا لان القمر مقابلك مباشرة خلينا نشوف القارطة الفلكية ايش بتحكي لك طبعا يعني شوي هي شبيهة لالامس انه عصبيتك موجودة حديتك موجودة ما عندك رغبة بالقيام باي شيء هيك تعمل يعني الاشي الروتيني بالنسبة لالك الوضع المالي مش هالمشكلة الكثيرة يعني مسيطر على الامور وعلى الفواتير وعلى كل الامور هاي ما في اي اه يعني اي شيء اه ليقلقك من الموضوع ممكن انه شوي يجي للبعض منكو بعض الدعم ممكن يجيكو بعض المساعدات او يجيكو بعض الفلوس من عمل اضافي بتعطيكو يعني نوع من انواع السيطرة على الوضع بالنسبة لتنقلاتكو في ساعات الصباح بس بدكو تنتبهوا من التسرع وعدم الانتباه من بعض الاعطال ممكن تصير في السيارة او في اجهزة الاتصالات او حتى في عصبيتكو اثناء النقاشات اما عن مستوى البيت يعني حديتكو في ساعات الصباح والليل هي اللي بتكون يعني من الان لغاية الصباح هي اللي بتكون مسيطرة على الوضع نفسيتكو مش مرتاحة وردات فعلكو عنيفة شوي في ساعات الصباح بترجع وبتسيطروا على الوضع وبترجع الامور بتهدى شوي ولكن بظل في بعض المشاحنات او الاشياء اللي عمستوى البيت مش مريحة بالنسبة لبيتك الخامس امورك العاطفية انت مش مهتملها كثير او عندك نوع من انواع الاهمال او التقصير فاهم اشي انه انت لغاية ساعات الصبح ما تحاول انك تغامر باي شيء وما تعتمد على الحضوض لانه الامور بتكون بتعاكسك اما بالنسبة للعمل فانت بتعمل العمل الروتيني المطلوب منك وبس مش حاب انك انت تعمل اي شيء جديد مش حاب انك انت يعني ما عندك هالنشاط الكافي على اساس انك انت تنجز ولكن انه هي الاعمال الروتينية وبس عمستوى الشراكة ممكن انه يكون عندك طرح لفكرة مشروع او حد يطرح عليك فكرة مشروع معين خلال هذا النهار امورك بالنسبة للشراكة المالية والعاطفية جيدة جدا ما بنحكي ممتازة ولكن انها شوي بتدعمك في هذا النقطة وبتلاقي نوع من انواع التفاهم مع الشركاء اما بالنسبة للبيت الثامن يعني كالامس بنقولك اوعد داين حد او اوعد انسى اغراضك حاول تتفقد كل مقتنياتك وحاول انك تمسك عصابك اثناء النقاشات لانه الوضع مش لصالحك اما بالنسبة لبيتك التاسع اذا كان عندك قضية او كان عندك امتحان جامعي او كان عندك سفر او كان عندك تقديم لفيزا او لهجرة او اتصال مع جهة اجنبية فالفترة هاي ممتازة جدا وراح تلاقي فيها حضوض عالية جدا اما على مستوى السمعة ومستوى العلاقات الاجتماعية وبيت متاعبك فهدول الوضع فيهم صعب جدا ان دعيت لمناسبة ما تحاول انك انت تعصب او تفرض سلطتك في الفترة هاي لانه راح تدخل او تدخل بنقاشات لانه ان دخلت بنقاشات راح تخسر اصدقائك او الشخص اللي انت بتتعامل معه يعني عصبيتك هي لمسيطرة على الوضع تاعك وهاي ممكن تخلق لك بعض المشاكل حاول انك ما تخال في القوانين بالفترة هاي حاول انك انت تلتزم القوانين واتطبقها بحذافيرها لانه الاخطاء ما راح تغتفر وخاصة بهاي الفترة لانه تقريبا كل البيوت يعني فيها شوية امور صعبة وضدك الحظ ما بدعمك فيها برج الثور بتراكم العمل لديكم لكن تجدون تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل لوقت اضافي حادر من المشاكل الصحية هذا القمر هيك بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك يعني انا شايف بالنسبة لنفسيتك يعني احسن شوي من يوم امس شايف انه عندك نوع من انواع التغيير او حبل التغيير عندك حبل الانطلاق اليوم شوي الامور يعني باتجاهها الصحيح بالنسبة للوضع المالي مسيطر عليه ما فيه اي التزامات تضغطك او انها توترك يعني مش نحكي انها ايجابية مية في المية ولكن انه مسيطر عليها في فترات الصباح ممكن تصير نوع من انواع المطالبة او كون عندك تزديد لفواتير او بعض المشتريات اهم اش انه ما تصرف ببذخ حاول انك انت تدرسها بالشكل الصحيح اثناء التنقلات يعني بدك شوي يكون عندك فترة الصباح انك تركز شوي اثناء القيادي عشان ما يصير معك اي مشاكل في التنقلات او بالنقاشات الوضع مستقر تماما انت بتقدر تسيطر على الامور بشكل ايجابي عندك قدرة اقناع اللي هي ادراكك العقلي او قدرتك العقلية هي اللي بتخليه بتنجيك سرعة بديهتك الطبيعية هي بتنجيك على مستوى البيت شوي الوضع مضغوط عندك نقص بالحرارة داخل البيت ممكن شوية مشاكل مع الابناء او مع احد الوالدين او مع الاخوة شوي فيه نوع من المشاحنات ممكن بعض الاعطال المنزلية بحاجة لنوع من انواع الاهتمام منك او التصليحات على مستوى الحضوض والعاطفي يعني احسن من المبارح شوي هيك الامور تحسن الدرجة يعني فيه عندك نوع من انواع الرغبات او الحب او الاتصال بالحبيب او التواصل معاه وعندك نوع من انواع الحضوض ولكن مش بالقوة الكافية اللي تخليك تغامر بانطلاقة على المستوى الصحي يعني تقريبا الامور بلشت تستقر عندك اذا كنت تشعر من اي توعق ولكن بدك تنتبه الساعات الصباح من بعض التأخيرات في العمل او ممكن يتراكم عندك عمل او ينطلب منك عمل ما تقدر تنجزه اما باقي النهار فهو امر طبيعي جدا ممكن في الساعات المساء شوي هيك تشعر بنوع من الصداع او الام بالقولون او بالامعاء اما مستوى الشراك المالي والعاطفي فالامور مستقرة امر طبيعي على روتينها الطبيعي بالنسبة لابيتك الثامن يعني نقاشاتك ممتازة ورح تجد صداه اذا بحثت عن اي شيء غيبي او الو علاقة بشيء ماضي ممكن انك تنجز في انجازات ممتازة وممكن تتحقق اشياء انت ما كنت تتوقعها او تتعلم اشياء ما كنت تتوقعها على مستوى احلامك احلامك برضو ايجابية جدا رح تكون وممكن يكون لها بعض التفسير على مستوى بيتك التاسع الامور ممتازة جدا او عندك امتحان جامعي او عندك انطلاق اليوم او سفر او نزهة فهي ايجابية جدا ولو حاولت انك تيدم لهجرة فاليوم ممتاز جدا لهاي الامور واللي عنده محكمة او قضية برضو رح تكون لمصلحته اما على بيت السمعة بيتك العاشر فمنحكي انه شوي بدك تمسك اعصابك ما تخالف القوانين ما تحاول تدخل بنقاشات حادة جدا ما تحاول تعصب وتخلق بعض المشاكل وتفرض رأيك على اشخاص لانه هذا الاشي ممكن يسيء لسمعتك اي شيء بسيء للسمعة حاول انك ما تعملو خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت الاصدقاء اليوم يعني ممكن يكون عندك دعوة او لقاء بينك وبين الاصدقاء ولكن تعامل بود معهم والامور ماشي ورح تكون انت مبسوط وما رح يكون فيها هالمشاكل الكثيرة اللي احنا منخاف منها ولكن برضو لانه عصبيتك شوي محتده فحاول انك تمسك حالك اما بالنسبة لبيت متاعبك فابدأ اقول لك دير بالك من اي حدا بيكيد لك او بيتامر عليك من الخفاء او بتصيد لك في اي مسألة ممكن تخلق لك بعض المشاكل بما انه بيت المتاعب والبيت الرابع دير بالك من الجروح او من الاصابات في اثناء العمل داخل المنزل او من المنزل خصوصا لسيدات اللي بتعمل ربات بيوت برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء واعيد العلاقات لطبيعتها بتنال ما ترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مساء العالقة او كانت مستحيلة يعني الفترة هاي ايجابية لانه بيتك الخامس فهيك العقرب بيحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية ايش بتحكي لك يعني انا شايف عندك نوع من القلق او التوتر او في اشي معين محيرك اليوم هاد مش غل فكرك كثير حاول انك ترتخي وتحاول انك انت ما تتوتر زيادة عن اللزوم حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية تستغل وجود القمر في بيتك الخامس على المستوى المالي امورك ممتازة يعني او مش ممتازة جدا منحكي جيد جدا مسيطر على الامور وعلى الفواتير وعلى الالتزامات بشكل ايجابي جدا عمستوى التنقلات والاتصالات شوي بدك تكون حذر لانه توترك العصبي غاض ممكن يخلق لك بعض المشاكل ممكن يصير عندك بعض الاعطال في اجهزة او بعض الالكترونيات او حتى ممكن في سيارتك اهم اشي انه انت ما تتسرع وما تقود بعصبية او ما تقود بتهور عساس انه ما تتعرض لحوادث او مخالفات سير بالنسبة لبيتك الرابع ما تحاول انك تتفشش داخل البيت او في اهل البيت او تخلق مشاكل داخل البيت لانه يعني الامور ممكن انك انت تتجاوزها وتصلحها باي وقت مش بحاجة انك انت اه تتعامل بعصبية على المستوى العاطفي لا امورك انت جيد جدا ايه منقدر نحكي انك انت شوي امورك مسيطر عليها امور طبيعية جدا تقدر تتواصل وتتصل وتتعامل ولكن ما من نحكي انه والله في حضوظ اه كثيرة موجودة على الساحة ولكن انه بتقدر انك تلطف الاجواء باي وقت على مستوى العمل انت نشيد جدا عندك انكانيات لانجاز الاعمال لكثير اليوم في عندك بعض الانجازات حلوة رح تكون اه تعاملك مع زملائك رح يكون ممتاز ولكن انه في رح نجي لها بس نوصل للبيوت الثانية بنحكي عنها بالنسبة لبيت الشراكي المالي والعاطفي انت مسيطر على الامور بشكل ايجابي جدا الامور بتمشي لصالحك في عندك ابتكارات ممكن ينعرض عليك مشروع او يجيك طرح معين خلال هذا النهار فانت تنبسط للفكرة اللي بدأت تنطرح او على مستوى شراكتك العاطفي برضو انت رح تكون مسيطر على الامور بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثامن فبدك تنتبه لاحلامك احلامك الفترة هاي حاول انك تفسرها لانه لها معنى وبتحمر رسالة معينة للك على مستوى بيتك الثامن الامور مستقرة يعني نقاشاتك عادية اطلاعاتك عادية هي نفس النشاط الفكري اللي انت بتعيش فيه بطبيعتك ما فيه شيء جديد ما فيه لا شيء ايجابي ولا شيء سلبي هو الشيء المعتاد هذا بالنسبة لبيتك التاسع اذا عندك امتحان او عندك مقابلة او عندك امور لها علاقة بالقضاء رح تمشي بنظامها الروتيني ممكن تتأجل قضية او تتأجل مسألة قانونية انت بتستناها عمستوى امتحاناتك ودراستك الامور انت مسيطر عليها بشكل ايجابي ومستعدلها على مستوى بيت العلاقات او نحي بيت السمعة شوي بدك تمسك اعصابك ما بدك تتهور ولا تخالف اي قوانين لانه شوي عندك انت بيتك العاشر وحداش واثناش هدولة يعني شوي فيهم سلبية فيعني بمعنى اخر ما بدك تخالف القوانين بدك تحتد على بعض اصدقائك او تخاصمهم او تحاول تفرض رأيك عليهم لانه ممكن تخسرهم او صار مشاكل بينك وبينهم على مستوى العمل برضو اي نزاع بينك وبين زملائك او رئيسك في العمل ممكن يتطور فانت مش بحاجة للمسألة هاي حاول انك تمسك عصابك وعلى بيت المتاعب دير بالك من اي حدا بيكيدلك او بيحاول انه يوشي عليك بمسألة معينة فانه هو يسبب لك ارهاقات في الفترة القادمة برج السرطان بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بوسعك والتفكير وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة جنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقرر بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات والسفر والاستثمار هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف احنا خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك يعني منحكي عصبيتك شوي حاد اليوم نفسيتك وتوترك موجود على الساحة في نوع من القلق والتوتر موجود على المستوى المالي مش الاشكالية يعني امورك انت مسيطر عليها بشكل ايجابي ممكن يجيك هدية او يجيك بعض الاموال من عمل اضافي اذا انت بتشتغل باعمال اضافية على مستوى التنقلات مسيطر على الوضع تماما ما في اي مشاكل لا معك ولا ضدك ولكن دك تنتبه في ساعات الصباح من التوتر او من السهيان اثناء القيادة عشان ما يصير عندك مشاكل بالنسبة لبيتك الرابع برضو نفس الشيء ما في اي مشاكل تذكر بالعكس الامر انت مسيطر عليه تماما وماشي مثل ما بدك وزياده يعني نحكيها في نوع من انواع الهدوء داخل المنزل الا بعض التوترات ممكن نصير في ساعات الصباح والقليل منها في ساعات المساء ولكن باقي النهار ما في اي شيء يذكر اما بالنسبة للوضع العاطفي فالوضع العاطفي رح يكون طارئ على الساحة اليوم عندك حب للظهور عندك حب للتغيير ممكن انت تعمل شيء له علاقة بهندامك او بلبسك او بقصة شعرك او اي شيء له علاقة بالتجميل وممكن لقاء عاطفي او امر انك انت تطور مرحلة عاطفية لخطوة ايجابية اما بالنسبة لبيتك السادس الشوي بدك تنتبه على صحتك من بعض التوترات والتقلبات الصحية يعني اذا حسيت باشياء عرضية حاول انك تستشير طبيبك فيها بالنسبة لأعمالك ما تهمل فيها عشان ما تتسجل عليك نوقات وتتحاسب عليها بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية حاول اذا في ورق او شيء او معاملات بدها توقيعك حاول انك تراجعها اكثر من مرة عشان ما يكون فيها اخطاء او بنود انت مش من تبهلها على مستوى بيتك الثامن منحكي الاحلام والكوابيس مسيطرة عليك بالفترة هاي هي طبعا بسبب الاوضاع الفلكية ما لها اي علاقة باي شيء ثاني ما تخاف منها وما تقلق منها بس انه هي اضغاث احلام اما بالنسبة لبيتك التاسع اذا عندك امتحان او مقابلة او دراسة او مراسلة مع دولة اجنبية فالوضع ايجابي جدا عندك تجديد لاقامة او الطلب لهجرة او الطلب لا السفر برضو ممتاز جدا وان كنت على سفر برضو امورك ان شاء الله ممتاز جدا اما على مستوى القضايا والقضائية والمحاكم برضو رح يكون فيه اشي لصالحك اما بالنسبة لبيتك العاشر حاول انه انت ما تخالف القوانين وما تحاول انك تسجل اي نقطة تتحاسب عليها مستقبلا حاول انك انت تلتزم بكل شيء بشكل ايجابي اما على مستوى زملائك وعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل حاول انك ما تحتد من اي تصرف او اي انتقاد بتوجهلك حاول انك تمشي الامور بشكل ايجابي عشان الامور تمشي معك بشكل ايجابي بالنسبة لبيت متعبك ما فيه اي مشاكل تذكر ولكن فيه منكو ممكن انه يكون عنده زيارة اما لمسجون او لعيادة مريض او لا اشخاص بمكثوا في المستشفى وباقي الامور ان شاء الله كلها خير مرج الاسد بتنشطوا في الدراسة والسفر والانتصالات بوسعكوا اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع اخ او جار بتكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون عندك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك لا تتردد بالتحرك هيك القمر بيحكي لك ولكن بالنسبة لاخارتك الفلكية بتقول لك شوي انت عندك نوع من انواع التوتر او القلق من مسألة معينة عندك نوع من عدم الارتياح في شيء جواك هيكي مش مرتاح او مش مطمئن حاول انك تتجاوز المرحلة هاي لانه ما في داعي لهاي الامور على المستوى المالي الامور انت يعني الحمد لله يعني بشيء ما الفترة هاي انت بتسيطر على الوضع في نوع من انواع الاشياء اللي راح تساعدك خلال الفترة هاي ممكن تجيك هدية ممكن دعم ممكن انه يكون في نوع من الهبة او حد يدعمك بمسألة معينة مالية ممكن تجيك على شكل هدية ممكن تجيك على شكل اعطية اما بالنسبة لبيتك الثالث فانت مورك مسيطرة عليها ولكن ساعات الصباح وفي ساعات المساء بدك تنتبه من التهور والعصبية ومن بعض الاعطال في اجهزتك الالكترونية بدأ برضو السيارة الهادور تدير بالك من المغامرات في ساعات الصباح والمساء او التهور اما على مستوى بيتك الرابع الامر ببلش يستقر بشكل ايجابي خلال هذا النهار بتسيطر على الامور في نوع من انواع الود والتعامل مع اخ او مع اب او مع ابن يعني بتصل لمرحلة ممتازة جدا اما بالنسبة لبيتك الخامس شوي من الناحية العاطفية انت متقلب مزاجيا خلال هذا النهار عندك نوع من انواع التردد او عندك نوع من انواع العامل النفسي اللي بيبعدك شوي عن الحبيب او بيحاول انك انت تبعد شوي عن الحبيب خلال هذا النهار لانه انت مضغوط في هاي المسألة اما بالنسبة للحضوض فانا بقولك ما تعتمد على الحضوض خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فانا بحكي لك صحتك الحمد لله اليوم ممتازي واحسن وبرضو في عندك شيء له علاقة بالعمل ممكن تكرم منه ممكن تنجز ملفات كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية فالفترة هاي بتكون ايجابية بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية بالعكس انت اليوم يعني عندك قدرة على اثبات الذات والاقناع والمناقشات وحتى ممكن ينطرح عليك مشروع او تطرح مشروع معين وهذا المشروع يتسجلك بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثامن حاول انه انت ما تنسى اغراضك محفظتك اوراقك اشياءك في اي مكان ثاني حاول انك انت تتفقد كل امورك بشكل ايجابي حاول انه انت ما تداين حد وبرضو في نفس اللحظة ما تدخل بنقاشات دينية وفلسفية وتحتد فيها اما على مستوى بيتك التاسع اذا كان عندك امتحان او مقابل اليوم فهو يوم ايجابي بالنسبة للك ما بنحكي ممتاز ولكنه جيد جدا عندك نوع من انواع الحضوض ممكن يكون عندك نوع من انواع التعارف بمؤسسة تعليمية او بشخص بيشتغل بالمؤسسات التعليمية والعلاقة هاي تتطور لدرجة احسن وفي منكم ممكن يكون على سفر او بفكر بالسفر بالفترة هاي او اتصالات مع اشخاص خارج البلاد اتصالاته راح تكون ايجابية على مستوى بيتك العاشر وبيت السمعة بقولك ما تغامر وما تخال في القوانين وما ترتكب اي عمل الو علاقة بالسمعة او ممكن انه يشوه سمعتك على مستوى بيتك 11 علاقتك مع المسؤولين ممتازة في العمل وعلاقتك ايضا مع زملائك في العمل ممتازة جدا علاقتك مع الاصدقاء ممتازة جدا وممكن تصير في دعوة او في اجتماع او في مناسبة يتم دعوتك لالها حاول انك انت تلب النداء وتنبسط في هذا اليوم بشكل ايجابي على مستوى بيت المتاعب اذا حسيت ببعض الارهاقات او بعض التوترات حاول انك تاخد نفس وتعد للخمس تلاف يابن المثور عصبيتك على اساس انه ما تخلق لحالك مشاكل الفترة هاي شوي برضو لسه الوضع مشحوني شوي بشكل مش ايجابي او بالشكل اللي انت بدكية برج العذراء في فرصة لمكسب مالي بكون على الاغلب من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة لا تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون شوي معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة بتهتم للامور المالية او الاستشفائية هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف شو خارطتك الفلكية بتحكيلك نفسيا انت اليوم برضو مش مبسوط في عندك نوع من انواع التوترات في اشي خوفك او عندك احساس غريب خلال هذا النهار حابب انك انت ما تتحرك ما عندك هالنشاط او الاقدام الكبير خلال هذا النهار حاسس بنوع من انواع التواعكات اهملها وحاول تطلع من الجو السلبي وتنطلق خلال هذا النهار وما تستسلم لهاي الامور اما بالنسبة لبيتك الثاني في الامور المالية هي بتاخذ اهتمامك صحيح وممكن يجيك هدية او ممكن يجيك بعض الدعم ولكن في عندك فترة الصباح شوية مصاريف ممكن تطرق على الساحة اما بالنسبة لتنقلاتك في عندك كثير تنقلات واتصالات اليوم في منها رح يكون ايجابي بشكل واضح جدا اما بالنسبة لبيتك الرابع بحكيلك على مستوى البيت بدك تدير بالك من الخلافات او المشاكل الداخلية في البيت ما تحاول انك تثير الامور الزيادة عن اللزوم او انك انت تحتد بالتصرفاتك او طباعك مع اخ او جار او ابن او اب يعني حاول انك انت تكون هادي وتتحمل فترة هاي او تمشي الامور بطريقة انه ما تنجر ورا المشاكل اما بالنسبة لموضوعك العاطفي فانت فاقد للسيطرة تماما في الامور العاطفية لدرجة انك انت ممكن تعمل كارث اليوم يعني ممكن تتخلى او تنهي علاقة او حتى تحتد على صديقك او على حبيبك بشكل عنيف جدا حاول انك تمسك اعصابك او حاول انك تأجل الموعد اذا عندك موعد عاطفي على اساس انه ما توصل للمرحلة هاي ما في داعي للمشاكل العاطفية وكمان لا تعتمد على الحضوض لان الحضوض ما رح تصب بمصلحتك ما في حضوض الفترة هاي بتعتمد على جهدك اما بالنسبة لبيتك السادس فهو امر روتيني بالنسبة للعمل وبالنسبة للصحة ما في اي مشاكل تذكر الا في ساعات الصباح ممكن بس تصحى من النوم هيك تحس عندك العيان او بعض المغص او بعض الامور اللي الها علاقة بالتوترات الخفيفة ورح تنتهي على مستوى الشراك المالي والعاطفي امورك كلها ممتازة وطبيعية جدا ما في اي مشاكل تذكر ولكن في ساعات الظهر لو كان في ورق بتقدم لك بده توقيع حاول انك تقرأ الورق هذا وتتفقد تماما على اساس انه ما توقع على شيء ويطلع شيء اخر على مستوى بيتك الثامن برضو احلامك الشوي فيها نوع من انواع الرعب او فيها نوع من انواع الخوف ما تتوتر وما تخاف بس هي اضغاث احلام اما بالنسبة الى امور النسيان فعندك حدث ولا حرج يعني السهو والنسيان والاشياء اللي مثل هيك يعني ظاهر على الساحة بشكل كبير اما بالنسبة الى امور البيتك التاسع فمنكم ممكن يفكر بسفر او بترحال او بهجرة او باي امر من هاي الامور او على مستوى الدراسة ممكن يفكر تغيير تخصصه هاي الفترة ايجابية لكل الامور هاي حتى اللي عنده امتحان رح يكون بشكل ايجابي اللي عنده قضية قضائية ممكن انه شوي الامور تكون مش لا صالحه بالشكل الايجابي ولكن برضو في امور بتنحسب لا الو بالنسبة لبيتك العاشر شوي بيت السمعة في بعض المخاطر فعشان هيك بنحكي لك لا تخالف القوانين ولا تحاول انك تعمل اي شيء ممكن انه يسبب لسمعتك مشاكل اما بالنسبة لبيتك ال 11 فهو طبيعي جدا ما في اي مشاكل علاقتك مع الزملاء في العمل او في رؤسائك في العمل ما في اي مشاكل امورك مستقرة تماما وانت مسيطر على الوضع وبالنسبة لبيت متاعبك يعني مشاكل طفيفة مش هالشيء اللي يذكر وانت تقريبا مفتح لكل الامور اللي بتصير بالخفاء ولكن مش كلها كلها ولكن انه يعني بتقدر تنتبه لها بشكل واضح مرج الميزان تبدأ اليوم فترة افضل من سابقتها بتعيد عندكم الثقة بانفسكم بتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد تستعيد حماستك وتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك تقوى نسبة نجاحك تشتد عزيمتك وممكن تلقى لب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف احنا شوي ايش تحكي لقارتك الفلكية انا شايف انه لا لسه التوترات لسه موجودة يعني كأنه القمر ما انتقل عندك لسه ما حسيت بقيمة القمر بالشكل الايجابي انه وصلت لك حاسس انه فيه نوع من الهزال او نوع من انواع الاكتئاب او نوع من انواع التوتر او الشيء حتى الوهن انك انت مش عارف ايش اللي بصير حاول انك تتجنب الاستسلام لهذه المشاعر وانطلق عشان تحقق ايجابية خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت المال عندك الامور ممتازة ومسيطرة عليها ما فيه اي مشاكل بالنسبة لفواتيرك انت قادر تسيطر عليها ممكن يجيك بعض الداعم على شكل هدية او هبة فانت ما تستسلم برضو للمصاريف لزيادة عن اللزوم بالنسبة لتنقلاتك بدك تنتبه اثناء القيادة من الصياقة المتسرعة او المتهورة ممكن بعض الاعطاء اللي تصير في اجهزتك الالكترونية فحاول انك انت تعمل لها صيانة وما تتهور برضو اثناء القيادة ولا تعصب اثناء النقاشات اما بالنسبة لبيتك الرابع الامر مسيطر عليه تماما امورك في البيت هادية وانت قادر تسيطر عليها بالشكل الايجابي اما بالنسبة لامور العواطف فهي فتور عادي امر طبيعي جدا ما فيه لا معك ولا ضدك اللي هو الامر الطبيعي جدا اما بالنسبة لبيتك السادس شوي في بعض التوععكات الصحية او بعض الاضطرابات الصحية او بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل ممكن تتراكم عندك او انك انت تتناساها او يجيك مهام زيادة تضغطك خلال هذا النهار حاول انك تنجز المهم فالاهم فالاهم اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية برضو نفس الشيء هي امورك مستقرة فيه ولكن عندك في وسط النهار ممكن شوي تنضغط بمعاملة معينة او بنقاش معين من الشريك شوي هيك يوترك ولكن اموره بتمشي يعني هي مجرد ساعتين ثلاثة وبعدين بتهدأ الامور اما على مستوى بتك الثامن لو صار في عندك احلام او كوابيس ما تخاف منها ما الها اي قيمة ولا اي معنى مجرد اضغاث احلام او مجرد كوابيس ومرت وحاول انك انت برضو انه ما تتعمق بقراءة القصص الخرافية او حضور الافلام المرعبة او الاشياء اللي بتخوف لانه شوي انت بتنطبق عليك الفترة هاي يعني اللي شفته بالنهار بتحلم فيه في الليل اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ممتاز جدا اللي عنده هجرة او عنده معاملة تجديد لا اقامة او حاب يسافر بقدر اليوم انه يدم اوراقه وبتمشي اموره بشكل ممتاز اللي عنده امتحان او قضية راح يلاقي انه الامور اللي صالحه بشكل ايجابي جدا لدرجة انه ما راح يتخيل انه هاي الاشياء هو قدر يعملها كانه في ملاك كان يلقن فيه او ينقل فيه ايش يعمل على مستوى الدراسة الخارجية والاتصالات الخارجية وضعها ممتاز جدا ما فيه اي قلق ولا اي خوف اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة بدك تكون منتبه من اي تصرف او انفعال او كلمة او سر تروح انت حاكيه فيتسجل عليك هذا الموقف لدرجة انه انت ما تقدر تتراجع ويفتح لك باب مشكلة اما بالنسبة لعلاقتك مع الزملاء ورؤساك فهو امر روتيني جدا يادر تمشي مع الامور وتتكيف معها ما فيه اي ضغوط تذكر بالنسبة للك او توترك بالشكل الكبير يعني امر طبيعي اللي هي ضغوطات العمل بالنسبة لبيت متاعبك شوي فيه نوع من انواع الانتحاسة فعشان هيك قلتلك انا انه ما تحاول انك تخلق اي مشكلة او انك تنفس عن سر او شيء فيخلق لك مشاكل ممكن يتوجه لك دعوة او عزومة او حاول انك تخرج حتى للقاء الاصدقاء وما تتقوقع على نفسك داخل البيت برج العقرب تتراجع صحتك وبينتابك شعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط انجاز ما بوسعك من عمل عاجل لا توقع على عقد ولا تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحضوض حلل الامور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب املك حاذر من البلبلة والالتباسات هيك القمر بحكي لك وانا شايف ان القمر تقريبا لخص كل الخارطة الفلكية تاعتك الا انه في بعض الامور لازم ان ننبه عليها بشكل اوضح بالنسبة الى وضعك فعليا القمر ومكانه في بيت متعبك بضعف من صحتك وبضعف من حتى من نفسيتك شوي بدك انت تركز خلال اليومين القادمين هذول الحديث ما القمر يوصل لعندك وامورك تتحسن بالنسبة لوضعك المالي شوي فيه نوع من انواع الاضطراب فيه شوي بعض المتطلبات بعض الامور اللي فيها نوع من الالتزامات او فيها ضغط عليك او المشتريات حاول انك انت تتجاه الاشي الضروري وانسى من الاشياء الكماليات واللي مش ضرورية بالنسبة لتنقلاتك بدك تنتبه بشكل كبير اثناء القيادة وبدك تنتبه على جهازك العصبي وعلى اعصابك وما تتوتر وما تنفعل خلال الفترة هاي لان القمر طبعا في بيت متاعبك فاكيد الامور رح تكون نتائجها وخيمة يعني اما على مستوى البيت فالامور مستقرة تماما ما فيه اي مشاكل تذكر بالعكس هو الامر الروتيني اللي انت ماشي فيه والامور ماشي معك مثل ما بدك يعني امر طبيعي جدا ما فيه اي مشاكل اما بالنسبة لبيتك الخامس شوي انت عندك نوع من النرفزة او العصبية لدرجة انه ممكن انك تعصب على اي اشي مع الحبيب فحاول انك تمسك حالك وما تحاول انك تكون حساسة زيادة عن اللزوم اي غلطة او كلمة تخلق من وراها انت مشكلة حاول انك تتجنب الامور لانه انت اللي عندك المشكلة مش عند الحبيب حاول انك انت شوي تميل على جانبك وحاول انك تتنازل عن بعض الامور عشان الامور تمشي بالنسبة لوضعك الصحي شوي بدك تراقبه خلال اليومين هدول لانه شوي وجود القمر في بيت متاعبك بيعمل نوع من الوهن بيعمل بعض الاعراض الجانبية ممكن يعني تتعب باي شيء ولكن مش اشياء خطيرة هي اشياء عابرة ولكن ان احتجت لطبيب ما تتأخر واشتشير طبيبك بالنسبة ل على المستوى الشراك المالي والعاطفي الامور لصالحك تماما ممكن انت تطرح فكرة معينة او تطرح مشروع معين او ينطرح عليك فكرة او مشروع معين يكون بشكل ايجابي جدا على مستوى بيتك الثامن يعني شوي بما انه الليل في بعض الامور المحتدة فبقولك دير بالك من احلامك الفترة هاي ودير بالك من الكوابيس حاول تحصن حالك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان انت تمضي ايامك على خير لان احلامك يعني حتى ولو كانت كوابيس فالها معنى فعشان هيك يحاول انك انت تنام وانت محصن نفسك لاجل انه يكون الها معنى او رسالة معينة اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا بقولك اذا عندك امتحان او مقابلة او عندك امر بتعلق بسفر او بهجرة فالامور ممتازة جدا اتصالاتك الخارجية ممتازة جدا اذا امر الى علاقة بمحكمة او بقضية ممكن الامر يكون لصالحك خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة حاول انك ما تعمل اي شيء او تتصرف اي تصرف ممكن انه يركز على سمعتك او يركز على الخدش بسمعتك على اساس انه ما تتسجل عليك النقاط لانه الوضع مش سهل في الفترة هاي وعلامة الخطر عالية موجودة عندي على الخارطة الفلكية بالنسبة للعلاقات مع الاصدقاء فممكن انت يتوجه لك دعوة او يتوجه لك لمناسبة او لاحتفال او لشيء فانا بحكي لك الوضع ممتاز جدا وحاول تخرج وتشوف الناس ولكن بدك تنتبه من حساسيتك انه من اي موقف ممكن انك الثور وتخلق مشكلة ما الها اي داعي بالنسبة لبيت متاعبك حكينا القمر يكفي انه هو موجود في بيت متاعبك ولحاله هو بشعرك بنوع من التوتر والتعب والملل حاول انك تاخد قصد كافي من الراحة برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معاكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادر الى ملاقات الاخرين خصوصا يعني اليوم مناسب لا اليك باطمئن بالك وممكن تجد حليف بدعمك وبدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة هاي القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك عندك نشاط عندك حماس عندك حب لانك تستقبل النهار هذا بشخصية ثانية في نوع من الابتسام على وجهك نوع من الارتياح حاول انك انت تترجمها لشيء لصالحك خلال هذا النهار بالنسبة لوضعك المالي يعني الامور مضغوطة ما تحاول انك تنفس عن بعض مشاكلك او بالمشتريات او اي شيء يعجبك تجيبه حاول انه الاشي المهم هو اللي تصرفه ممكن يصير عندك نوع من المطالبات او تكثر عليك الالتزامات خلال هذا النهار او تحس انه انت محتاج لبعض الامور هذا امر طبيعي وبتعرض له اي انسان حاول انك انت بس ترتب امورك بالشكل الايجابي وان شاء الله كل الامور بتكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك الثالث بيت التنقلات والاتصالات فبقولك انا اليوم امر طبيعي ومعتاد ما في اي مشاكل ما في اي شيء انت مسيطر على الامور بشكل ايجابي جدا ورح تمشي معك الامور بشكل ايجابي جدا مش رح نحكي انه رح يكون الحب حليفك ولكن انت من طبيعتك لانه حرك ونشيط وعندك قدرة على المبادرة فهذا النهار بين حد تحت الرأي الايجابية اما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فهونا شوية بدك انت تخفف من عصبيتك ما تكون حساس اتجاه اي تصرف من احد افراد البيت وتروح الا انت عاملك مشكلة كبيرة حاول انك انت تمتص الامور وحاول انك تتجاوز الامور وتتنازل عن بعض الامور لاجل انه ما تزيد الخلافات بينك وبين ابنائك او بينك وبين الاب او الاخوة او حتى الجيران بتمشي الامور ان شاء الله اما بالنسبة لبيتك الخامس برضو عاطفيا انت مضغوط فما تحاول انك تتهرب او تختلق المشاكل مع الحبيب او تسيطر على الحبيب في خلال هذه الايام لانه الامر مش رح يكون لصالحك ونوء تاجه انت اللي رح تحصدها لحالك اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور ايجابية جدا على مستوى الصحي الا بفترة الصباح ممكن تشعر ببعض التوعكات ولكن باقي النهار الامور طبيعية جدا اما على مستوى العمل فانت اليوم تقدر تقدم لوظيفة او لعمل جديد او ممكن يهم يتصلوا معك يقولوا لك فيه لك شغلة جديد وممكن انت حتى تتميز بعلاقاتك مع زملائك في العمل اما بالنسبة لبيت الشراكة والشراكة المالية والعاطفية في الوضع ايجابي جدا بعطيك نوع من انواع الحضوض في هذا الاتجاه وممكن تحقق بعض النتائج تكون لصالحك بالنسبة لبيتك الثامن عندك نوع من انواع الخوف او الرهبة ما تحاول ان تخليها تسيطر عليك حاول انك تتفقد اوراقك ودير بالك انك تنسى اي شيء من مقتنياتك او ضيع اي شيء خلال هذا النهار لانه في عندك قابلية لفقدان او نسيان وين حطيت الاغراض بتاعتك اما بالنسبة لبيتك التاسع في الوضع ايجابي جدا جدا لدرجة انه اليوم تقدر تقدم امتحان جامعي بشكل ممتاز جدا عندك نوع من النشاط والاتصالات الكثيري خارج البلاد او مع ناس خارج البلاد او مع مؤسسات اجنبية في منكم على سفر او بفكر بالسفر اللي عنده تجديد اقامي او حاب يقدم له هجرة برضو اليوم مناسب لالو وعلى مستوى المحاكم برضو الوضع رح يكون لصالحه اللي عنده قضية قضائية بالنسبة لبيتك العاشر شوي الامور عندك مضطربة لا تنفعله لا تحاول تفرض سلطتك على بعض الاصدقاء حاول انه انت تمشي الامور بشكل ايجابي اي علاقة لها علاقة برؤسائك بالعمل او زملائك في العمل حاول انه انت ما يستفزوك عشان ما تصير في مشاكل كبيرة الامور بتمشي خلال هذا النهار على مستوى بيتك 11 الامور طبيعية جدا ما فيه اي مشاكل ولكن على مستوى بيت المتاعب عندك شوي فيه نوع منه الضغوطات فبدك تدير بالك ودير بالك من الاشخاص اللي بيكيدوا لك وبمكروا لك ممكن يتوجه لك دعوة اليوم حاول انك تلب النداء ولكن بدون حساسية وعصبية وما تحاول تفرض رأيك على الجميع برج الجدي يوم جيد للي ببحث عن عمل او بيرغب فيه ادخال تغييره على طبيعة عمله بنتبه لكم المسؤولين وبيقدروا جهودكم تتسلط عليكم الاضواء تخضع لعدة تجارب مهمة فلا تضعف ولا تجازف بسمعتك اهم ايش انك تعمل الواجبات على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع ممكن تواجه بعض القلق والتوتر خلال هذا النهار هيك القمر بحكي لك ولكن بالنسبة لاخارتك الفلكية بتحكي لك انه هاي التوتر والقلق منه الصبح رح يكون موجود عندك ممكن تقلق لأي مسألة وممكن تتوتر لأي مسألة لدرجة انها ممكن توتر عصابك ودرجة انه انت ممكن انه حتى تبكي بسبب هذا الضغط اللي رح يكون عليك لا تستسلم لهاي الامور وتجاوزها الفترة صحيح انها ضغطة ولكن مش بالشكل السلبي يعني مش بالشكل السلبي اللي تستسلم لها حاول انه انت تهرب او تنطلق باتجاه مغاير لأجل انك انت تتخلص من هاي القيود بالنسبة لوضعك المالي انت مسيطر على الامور بشكل ايجابي الممكن يجيك هدية او دعم خلال هذا النهار فحاول انك تستغل الامور هاي وحاول انك انت ترتب امور فواتيرك بالشكل الايجابي بالنسبة لبيتك الثالث بيت الاتصالات والتنقلات حاول تتفقد سيارتك بشكل ايجابي وحاول انك تتفقد اي اجهزة الكترونية انت بتحملها ممكن يصير في اعطال او خراب او فقدان او نسيان لالها او ممكن حتى تمشي بالسيارة بدون بنزين فهذا اشي طبيعي جدا لانه انت ما رح تكون مركز واعصابك كلها مجدودة اما بالنسبة لبيتك الرابع فيعني الامور شوي ضغطيتك فما تضغط اهل البيت معاك وما تحاول انك اتعصب عليهم وتختلق المشاكل خصوصا مع الاخوة ومع الاب والام ومع الابناء حاول انك انت تكون الامور شوي فيها نوع من انواع الاخذ على جانبك على اساس انه ما تكبر المشاكل بالنسبة للوضع العاطفي عندك ممتاز جدا الاجواء رومانسية وبالعكس في بعض الحضوض باتجاهك فعشان هيك حاول انك تستغلها وان شاء الله الامور لصالحك اما على مستوى الصحة فالتوتر العصبي ممكن شوي يتعبك خصوصا فترة الصباح يعمل عندك نوع من ضيقة النفس او التوتر العصبي وفي ساعات المساء اما باقي اليوم ما فيه اي مشاكل بالعكس انت مسيطر على الامور تماما حتى على امور عملك اما بالنسبة لبيتك السابع ببيت الشراك المالي والعاطفي ممكن يكون عندك توقيع اوراق او عقود او اشياء مهمة الامر ممتاز جدا وممكن تطرح مشروع او فكرة وتلاقي لها نوع من انواع الرواج عند الاشخاص اللي بيستمعوا لك اما بالنسبة لبيتك الثامن فبقولك دير بالك شوي على مقتنياتك من الفقدان او ضياع اما بالنسبة لبيتك التاسع فبقولك اذا عندك امتحان اليوم جامعي فالامور ممتازة جدا ولصالحك اذا كان عندك قضية في المحكمة برضو لصالحك واذا كان عندك انطلاقة معينة فاليوم برضو ان شاء الله رح تكون لصالحك ما تخاف وما تهكي الهم حتى لو كنت بدك تقدم لفيزا او لهجرة او على سفر فامورك ممتازة وطيبة خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة وبيت المركز الاجتماعي حاول انه انت اذا دعيت لدعوة انك تلبيها ولكن بدون اختلاق المشاكل وبدون الحساسية في التعامل مع الغير اما بالنسبة لبيتك 11 فاذا كنت تتعامل مع زملائك في العمل او رؤسائك في العمل حاولوا ينتقدوك ما تحتد طنش تمشي الامور مثل ما بدك بالنسبة لبيت متاعبك الامور ممتازة جدا ما فيه اي شيء يضغطك وما فيه اي شيء يكون على كتافك ممكن تكون اليوم عندك بعض الواجبات الاجتماعية لعيادة مريض في مستشفى او لمسجون في سجن او في معتقل الامور ممتازة ورح تمشي برضو لمصلحتك برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وتجرأ على رفض ما لا يناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي الفترة مناسبة لاخد تجربة جديدة حتى لو كان فيها سفر هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول يعني شوي في نوع من انواع اللي انك انت مش متقبل الامور بالشكل الايجابي حاسس انه في بعض الضغوطات موجودة عليك بالنسبة لبيتك الثاني يعني في نوع من انواع المصريف والفوترة بتكون في ساعات الظهر باقي النهار انت مسيطر على الامر بشكل ايجابي اما عمستوى بيت التنقلات والسفريات فانا بحكي لك بدك تدير بالك من مخالفة القوانين وما تتهور اثناء القيادة وبرضو في نقاشاتك ما تعصب تحاول تفرض وجهة نظرك اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا بحكي لك انه الامر في البيت ممتاز جدا انت سيطرت على الوضع بشكل ايجابي انهيت مشاكلك بشكل ايجابي الامر طبيعي جدا والامور ممتازة وانت مسيطر عليها اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو روتيني طبيعي بتتعامل معه بشكل روتيني ما في اي شيء لا معك ولا ضدك الا ممكن خلافات بسيطة في ساعات الصباح يعني ولكن مش هالامر الكبير والمهم بالنسبة لبيتك السادس بدك تنتبه على صحتك خصوصا على الام اسفل الظهر والركب لانه برضو الفترة هاي عندك نقطة ضعف في هاي الاماكن وبالنسبة ل العمل فانت امورك الطبيعية ما في شيء جديد بالنسبة لمستوى الشراك المالي والعاطفية ممكن تتناقش بمشروع معين او بفكرة معينة مع اشخاص معينين على اساس انه يصير بينكم شراكة الفترة هاي مناسبة وممكن فكرتك تلاقي نوع من انواع الرواج اما بالنسبة لبيتك الثامن فبحكي لك دير بالك من فقدان مقتنياتك او النسيان او انك تتعرض لا اشياء انت ما كنت متخيلها من الخوف الرهبي خصوصا في احلامك اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فعلا اليوم عندك التنقلات وعندك اتصالات بعيدة او ممكن يكون عندك اجراء مقابلة او اجتياز امتحان او عندك محكمة فهذا كل ياتو بكون لمصلحتك اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا بقولك دير بالك قدر المستطاع لانه شوي الامور مش ماشي معك بالشكل المناسب حاول انك ما تخال في القوانين وما تفرض رأيك على اشخاص حواليك على اساس انه ما تتسجل الامور ضدك بالنسبة لبيتك ال 11 فهو ايجابي جدا وتعاملك مع زملائك في العمل او المقربين للك هو ايجابي جدا والامور ممكن تمشي لصالحك في بعض الاوقات ولكن ممكن يصير في نوع من الاستفزاز حاول انك تمشي الامور بالاتجاه اللي انت بدك ايا مش اللي هم بدهم ايا اما بالنسبة للدعوات فممكن يتوجه لك دعوة من اصدقاء لعزومي او لقاء فالامر ايجابي جدا اما بالنسبة لبيت متعبك فبدك تضلك نفس يوم امس اقول لك دير بالك من اشخاص بتتربص لك او بتكيد لك او بتنتقدك من غير ما تحكي لك وهدول ممكن ان يسبب لك مشاكل لو انفجروا حاول انك انت تعرف من هم هدول الاشخاص وحاول تعالج المسائل لهاي عشان ما تتفاقم وتكبر مرج الحوت بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرص متاحة لمكسب مصدر وشراكة او تعويض لا تهملوا صحتكم بتصير الاجواء اكثر ايجابية وتجاوب معكم بتلاقي اعمالك الها صدى طيب عند المتلقي لا تتكاسب بل سارع للعمل دون مماطلة او اعذار هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارجتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول شوي انت مضغوط نفسيا وعصبيا خلال هذا النهار طبعا انا هذا الحكي بحكيه لانه الشمس موجود في بيت متاعبك ولسه الامور يعني باتجاهك بشكل سلبي فعشان هيك بظل الامر النفسي ضاغط عليك وانتي مش مرتاح وحاسس ان الامور كلها بتمشي معك بالعكس مش بالاتجاه اللي انت بدكية اما بالنسبة لبيتك الوضع المالي والفواتير فانتي قادر انك تسيطر على الامور وعندك قدرة على ترتيب امورك واوضاعك بشكل عقلاني جميل اما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك اليوم كثير من الاتصالات والتنقلات اللي راح تكون مثمرة وتحقق من خلالها اشياء ممتازة ولكن في ساعة الصباح بدك تنتبه من عصبيتك وردات فعلك لانه شوي مزاجك مش مرتاح اما بالنسبة لبيتك الرابع فدير بالك من الخلافات داخل المنزل خصوصا فترة الصباح ما تحاول تحتد ولا تفرض رأيك ولا انك تعصب خلي الامور تمشي بشكل ايجابي جدا والامور كلها تمشي بشكل طبيعي الاجواء في المنزل شوي متوترة فما في داعي انك انت تزيدها وتكبر المشكلة وتخليها تصير حمل عليك بزيادة اما بالنسبة لامورك العاطفية فانت مسيطر عليها بشكل ايجابي ممكن يكون عندك لقاء عاطفي او غرامي في فترة ساعات الظهر اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم عندك كثير من المسائل اللي الها علاقة بالصحة ممكن عندك مراجعة لطبيب او لمستشفى او اجراء بعض الفحوصات اما في ساعات الظهر فالامور ممتازة جدا والنتيجة رح تكون مرضية بالنسبة للك في ساعات المساء بدك تنتبه شوي لصحتك لانه ممكن شوي يصير عندك نوع من انواع الصداع او نوع من الوهن او نفسيتك تكون مش مرتاحة اما بالنسبة لبيتك السابع فامورك بالنسبة للشراك المالية والعاطفية هي ممتازة جدا وانت مسيطر على الامور وكل الامور اللي انت بتحكي فيها بتلاقي فيه اشخاص بتسمعها وبتوخذ فيها ممكن الجواب الثامنة امورك مستقرة تماما وانت مسيطر على الامور بشكل طبيعي جدا عندك بعض الاهتمام للامور الغيبية والغيبيات في خلال الفترة وهذا امر طبيعي جدا حتى لو قرأت قصة او انك تحضر فيلم خيالي بالنسبة لبيتك التاسع ممتاز جدا اذا عندك امتحان او مقابل اليوم فهذا الاشي رح يفتح لك افاق جديدة وممكن يكون عندك اتصالات مع اجانب او شركة اجنبية او مع اشخاص خارج البلاد وتحقق للاشي اللي بتحكيه رواج ممتاز اما بالنسبة لبيت السمعة وبيت بيتك العاشر فانا بحكي لك اليوم اذا تلقيت لدعوة او كان عندك دعوة حاول انك تلبي النداء فالامور لصالحك بشكل ممتاز اما بالنسبة لعلاقاتك بالمؤسسات ورؤسائك بالعمل وزملائك في العمل فشوي بدك تكون محتاط لانه حدية الطباع ممكن شوي تستفزك عشان بيتك المتاعب برضو سلبي فاقول لك ما تكبر المشاكل لانه اذا كبرت خلال الفترة هاي ممكن يصير في نوع من القطيعة او يصير في نوع من انواع الخصام الطويل فانتي مش بحاجة هذا الشيء ومش بحاجة انه ينخلق لك مشاكل في مكان عملك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء